بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان عموميات على الدوال العددية للثانية ثانوي رقم واحد أنصح به شعبات العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث يقول F و G دا لتاني حيث F لX تسوينا X مربع زائد واحد و G لX تسوينا X ناقص اثنان ألف قال عين D F D G D F زائد اثنان D F زائد G و D ناقص ثلاثة في F و D F في G و D F على G ثم باقي العين عبارة كل من الدوال التالية F زائد اثنان F زائد G ناقص ثلاثة في F F في G و F على G إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المبسط إذن ننطلق للإجابة على السؤال أول قال لاحظوا عين مجموعة تعريف هذه الدوال إذن نكتب هنا تعين مجموعة تعريف الدوال التالية لاحظوا جيدا ننطلق أولا ب D F D F هنا لو تلاحظون جيدا أبناء هذه الدلة هي دلة كثير حدود والدلة كثير حدود معرفة على R إذن فتصبح لنا تساوينا كم؟ تساوينا R لأنها دلة كثير حدود لو نأتي كذلك الآن إلى D G يا أبناء لو نلاحظ هذه الدلة تألوفية الدلة تألوفية معرفة على R إذن تصبح لنا R حتى نفهم جيدا عندنا كذلك D لمن؟ لأف زائد إثنان تساوي هنا تقول القاعدة إذا كان عندنا دلة هذه الدلة ونضيف لها عدد فإن الدلة تصبح لنا مجموعة تعريفية نفسها هي D F ويساوينا كم؟ يساوينا R عندنا كذلك لاحظوا نأتي كذلك إلى D ناقص 3 F ثم نأتي الآن إلى المجموع هذا لا تقلقون تحدث عن هذا تقول قلت كذلك الدلة إذا ضربت في عدد ضربت في عدد حقيقي فلا تتغير مجموعة تعريفية وتصبح لنا تساوينا D F وتساوينا ماذا؟ وتساوينا R عندنا الآن عندنا كذلك D ل F زائد G لاحظوا ماذا تساوي تساوينا D F تقاطع D G تساوينا يعني تقاطع المجلة الأول تقاطع مجلة الثانية معناها تصبح لنا مجموعة تعريف D F قلنا هي R تقاطع ماذا؟ تقاطع R ويساوينا R إذا مجموعة تعريف مجموعة هذه الدلتين هو R وعندنا كذلك D ل F في G ماذا تساوي مجموعة تعريف؟ تساوينا مجموعة تعريف الأولى وهي D F كذلك تقاطع D G وتساوينا ماذا؟ وتساوينا R تقاطع R يعني المجال R وتقاطع R ويعطينا كذلك هو R عندنا كذلك المثال الأخير عليكم أن تنتبهوا معي فيما يخص A المثال الأخير لاحظوا ما هو الشرط كذلك أبنائي حتى نتعلم إذن عندنا D F على G لاحظوا ماذا تقول القاعدة؟ يساوي يساوينا D F هل هذا يساوينا D F؟ نعم D F تقاطع D G و اسمعوا جيدا مع أنه G ل X لا تساوي صفر لماذا أبنائي؟ اسمعوا جيدا إذن لما تكون عندنا دلة على دلة عبارة على عبارة نقول مجموعة التعريف الأول تقاطع الثاني مع المقام لا يساوي صفر قلت مع المقام ماذا؟ لا يساوي صفر هذا ماذا ينتج؟ ينتج أنه D F على G تصبح تساوي لنا أولا هذا ها هو مجموعة التعريف ها هو هو R إذن R مع ماذا؟ مع ذا كذلك مع و قلنا أنه G ل X لا تساوي صفر G ل X لا تساوي صفر معناه X ناقص 2 لا يساوي صفر معناه X لا يساوي كم لا يساوي الاثنان فتصبح لنا ماذا؟ لاحظوا تصبح D F على G تساوي مجموعة التعريف الأولى لاحظوا هي هذه R ها هي أمامكم R مع تقاطع مع R مع ذا ماذا؟ مع ذا الاثنان لأنها تعدم لنا العبارة هذه لأن هذه العبارة تصبح لنا في المقام فتصبح لنا R مع ذا مع ذا مع ذا الاثنان اسمعوا جيدا مجموعة التعريف R F على G شرطها هو D F تقاطع D G والجي والجي هذه العبارة التي تكون في المقام G لا تساوي السفر D F تقاطع D G أعطت لنا R والمقام ماذا مجموعة التعريف هي R مع ذا مع ذا الاثنان مع تقاطعهم تقاطع R مع R مع ذا الاثنان تصبح لنا R مع ذا الاثنان إنها مجموعة التعريف D لأف على G فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذه الخواص الآن نأتي إلى عين عبارة كل أولا نأتي إلى تعين العبارة إذن نقول تعين عبارات الدوال التالية أو الآتية لاحظوا جيدا ننطلق بأول دال لهي F لاحظوا F زائد اثنان هكذا تقرأ ل X تساوي اسمعوا جيدا ماذا تساوي لنا تساوي F ل X زائد اثنان اسمعوا جيدا قلت تساوي لنا F لX ونضيف لها اثنان تصبح لنا F لX ها هي عبارتها اللي هي X مربع زائد واحد زائد اثنان وتساوي لنا كم تساوي لنا X مربع زائد ثلاثة إذن الدالة اللي هي عبارة دالة F زائد اثنان هذه نقول هكذا ل X تساوي لنا X مربع زائد ثلاثة فقط أبناء عندنا كذلك عبارة الأخرى اللي هي F زائد G إذن نصبح لنا F زائد G هكذا مضروبة في X ماذا تقول القاعدة تساوي لنا F ل X زائد G ل X وتساوي إذا كانت هنا عندنا ناقص فنقول F ل X ناقص G X تصبح لنا F X مربع زائد 1 زائد G X هي X ناقص 2 تصبح X مربع زائد X ناقص 1 هذه هي عبارة F زائد G الكل X إذا لاحظتم إذن عبارة دل F زائد G هي X مربع زائد X ناقص 1 فقط أبنائي نأتي بعدها إلى المثال الآخر وهو ناقص 3 في F إذن ناقص 3 في F هنا كيف هكذا X تساوي ناقص 3 في F ل X تساوي ناقص 3 في F ل X نحن نملك وها هي أمامكم إنها X مربع زائد 1 تصبح ناقص 3 X مربع يعني هذا في هذا وهذا في هذا ناقص 3 هذه عبارة ناقص 3 F في X حتى نفهم جيدا أبنائي فقط وإذا وضعنا هنا هكذا الأقواص عندنا كذلك F G إذن تصبح F في G الكل ل X تساوي F ل X ضرب G ل X تساوي F لX لها X مربع زائد 1 ضرب G لX لها X ناقص 2 يعني كل واحدة أتينا بعباراتها الآن نكمل عملية النشر هذا في هذا سبحانا X قوى 3 ثم عندنا هذا في هذا تصبح لنا كن ناقص 2 X مربع ثم هذا في هذا زائد X ثم هذا في هذا ناقص 2 تصبح تساوي X قوى 3 ناقص 2 X مربع زائد X ناقص 2 هذه F ضرب G الكل ل X حتى نفهم الفكرة جيدة نأتي كذلك الآن أبني إلى المثال الأخير وهو F على G إذن نقول F قسم G هكذا ل X تساوي F ل X على G ل X معاقلنا أن G ل X لا يساوي 0 لأن عبارة تقع في المقام حتى نفهم جيدا ماذا تصبح تصبح عنا F على G ل X تساوي F ل X هي قيمتها إنها X مربع زائد 1 على G ل X هي عبارتها إنها X ناقص 2 مع أن تصبح لنا مع قلنا أن D F على G هي كل الأعداد الحقيقية معادل قيمة للتعديم المقام في هذا المثال هو 2 إذن جمعة التعريف هذه قد تحدثنا عليه هذا فيما يخص يا أبنائي لما نجد عبارات من هذا النوع إذن هنا الأمر جد وبسيط F زائد 2 تصبح عبارة F لX زائد 2 F زائد G هي F لX زائد G لX ناقص 3 F معناها العبارة تدل F هذه نضرب ها في ناقص ثلاثة F في G معناها نضرب عبارة F في عبارة G يعني F لX في G لX F على G مع G لX لا يساوي 0 هي F لX على G لX معناها كل شيء يقوم بوضعه ضعوه أنتم يبقى لنا شيء آخر وهو التركيب تركيب شيء آخر إذا قال مثلا هكذا F لX مثلا زائد 2 هذا لا يساوي حتى تفهموا يساوي أن F لX زائد 2 إحذاروا لا هنا لاحظوا فيما كان X عوض ب X زائد 2 هنا ما نسميه التركيب أما هذه العبارة لا مجرد انسحابات أو معشبهها ذلك فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لأن بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته